موسيقى 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 حياكم الله مشاهدين وصلنا في فقرتنا الأخيرة إلى موضوع يخص أن دراسة أثبتت أن الإضاءة أثناء الليل أو النوم قد تؤثر على زيادة الوزن المزيد من التفاصيل في التقرير التالي نتابع موسيقى موسيقى الاكثار في الطعام والحلويات والأطعمة ذو الصعورات الحرارية العالية تزيد من الوزن واقع يدركه معظم الناس وتتجنبه النساء للحفاظ على رشاقتهن ولكن ما لم يكن في الحسبان هو ما أظهرته دراسة بريطانية جديدة وهو أن النوم مع وجود إضاءة قوية داخل الغرفة يزيد من خطر إصابة النساء بالسمنة موسيقى وقال القائمون على الدراسة أن التعرض بشكل كبير للإضاءة ليلا أثناء النوم أدى إلى زيادة مؤشر كتلة الجسم وحجم الخصر لدى أكثر من 113 ألف امرأة شاركنا في هذه الدراسة واعتمدت الدراسة على متابعة هؤلاء النساء لمدة 40 عاما في محاولة لتحديد الأسباب الأساسية للإصابة بسرطان الثدي الذي تعد السمنة أحد العوامل المعروفة المسببة له وقال البحثون أن التمثيل الغذائي يتأثر بإيقاعات دورية داخل الجسم ترتبط بالنوم والاستيقاظ والتعرض للضوء موضحين أن الارتباطات التي رأوها أثناء أبحاثهم ما بين التعرض للضوء ليلا والسمنة موسيقى للاهتمام بشدة مع أنه ليس بمقدورهم في هذه المرحلة معرفة السبب وراء هذه الارتباطات كما وأشاروا إلى أنه لا يزال من المبكر جدا القول أن النوم في الظلام سيقمنا الإصابة بالسمنة وهي خطر معروف قد يؤدي لسرطان الثدي لكن ظهور هذا الارتباط موثير للاهتمام بالتأكيد موسيقى مشاهدينا رح ننتقل الموضوع مرتبط بالتقرير ونعاني منه كثيرا في مجتمعاتنا فأكثر نبات يشكو من الأرق والنوم المتقطع ليلا مما يسبب شعور بالتعب وعدم الراحة في اليوم التالي ولكن إذا تعلموا مشاهدينا أن استخدام الأجهزة الإلكترونية المتعددة يحمل آثارا سلبية تؤثر على النوم وراحة العين اليوم عشان نتكلم عن هذا الموضوع معنا في الستوديو الدكتور إلياس جرادة أخصائي الطب وجراحة العين جراحة القرنية والمياه البيضاء وجراحة قصور النظر حياك الله دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور أنا اليوم ما كنت أدري عن وجودك معنا بس أنا أمس بالليل وأنا نايمة كنت ماسكة تليفوني وكنت أقرأ منه وجاتني فكرة أنه شكثر تأثير شاشة التليفون على العين سلبية علينا أو هل هي إيجابية الكثير من الناس يستعملون التليفون أو الأجهزة الذكية مثل آيباد وغيرها بالليل قبل ما ينام يطفي الضوء ويستعمل شكثر هذا الشيء ممكن يضر بالعين الموضوع الكثير مهم هو مش بس بالليل أو بالنهار أنا بحب أختصر الموضوع من عدة نواحي أنا بقول كل عصر له أمراضه كل عصر بيحمل مفاجآته بيحمل تطوراته بيحمل أمراضه بالنسبة للعيون أمراض العصر هي أمراض المرتبطة باستخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل عام إلى التأثير هو يمكن مش بشكل مباشر جدا قليل يعني هو السؤال هل هي بتضر بالعين بقرنية العين بشبكة العين بشكل مباشر لا الريديشن يعني الإشعاعات اللي بيطلعوا منا ما بتوصل للقرنية وإنما هو تغيير نمط الحياة تغيير نمط الأعدي لبلينكن هلأ بنحكي عنه بالتفصيل كيف بدره أهم شيء هو التغيير نمط الحياة يعني أنا بقول لما خلقنا نحن حتى ننام لما الشمس الضب ونفيق مع الفجر وحتى بعد العوايد يعني بعد التقوس بعد شكل هذه وإنما حياتنا صارت بالعكس أنه بالمجمع لحياتنا صارتنا من نام لما نطلع الضوء ومن فيق لما نطلب بالليل هيدا تأثير كتير مهم على الجسم على العين بشكل مباشر على الجسم كله بشكل مباشر مثلما ذكرته بالتأثير قلة النوم على البدانة وطبعا هو كله هرمون يعني هو كله تأثير الهرمونات بالجسم جسمه نحن هو في شيء بيحركه في شيء بيعطي من جوه البالانس الشافتوركيستر شافتوركيستر يعني قائل الفرقة قائل الفرقة هو البديكون قائل الفرقة هن الهرمونات هن الهرمونات بياخدوا من هون انت اشتغل انت بط انت علي والهرمونات يتأثرون كتير بقلة النوم في العين طبعا من احنا في شيء اسمه يعني الدورة الدورة اليومية اللي منمرق فيها المرتبطة بالنسبة الضوء اللي هي الغدد كي بتشتغل او افرازات الهرمون على الغدد على الضوء عشان هايك حتى لو سهرنا كتير كتير ونجي تنام بوجه الصباح بس يطلع الضوء ونجع من فيء لانه خلص الهرمونات بتجع تفيقنا ضيب دكتور سؤال بس بديقول هونت اسمحين بكلمة انه كل الفيزيولوجيت من قلبنا لأمعاقنا لرويانا لدم للعين للأذن للشعر للجلد كله مرتبط بهذه الهرموناتها دي فالتغيير اللي صار هو فينا نقولها كلمة شوية إلي نسع في كل هالتوازن اللي كان موجود بجسمنا فطبعا هايدي ضريبة اللي عم نعيشوها وفتح الأبواب على أمرض منها منها هو مرض مدى تأثير هالأجهزة على العيون حالو دكتور في بعض الناس يستعملون غطى العين هل هو التأثير الضوء مرتبط فقط بالعين أنه كنت تحس النور فهذا شيء أثر على هرموناتك هو بشكل مباشر مرتبط بدخول النور من خلال العين هذا بشكل كتير مهم بس ما فيه عندك شكل كتير مهم أنه حتى لو حجبت النور للساعة البيولوجية طبعا جسمك بعدها عم تشتغل على توقيت واضح يعني ما عم تقدر تمنعي إذا عودت حالك لفترة كتير كبيرة ممكن كمان توصل لفترة أنتقل بنهار كلام بنهار بس هيدا معروف كمان أنه بيأثر لمضاعفات كتير خطيرة مع الوقت لأنه الفيزيولوجيا نحن أجان نحن منقول أنه نحن مخلوقين لحتى ننام بالليل ونصح بالنهار ونصح بالنهار مش مخلوقين لحتى نعمل العكس ونحن نسوي كل العكس كل حياتنا هيدا حياتنا على مبارك أبيوس أو هي ضرورة في بعض الضرورات بس هو دخلنا كلنا بعصر أنه كل شي زاد كل شي بدنا كل شي بكل الوقت عصر المعلومات اللي خلينا ما ننام خلينا نصهر خلينا نقلق صحيح ما ننام كل الليل لأنه في أفكار كتير أنا برأيي هي مرتبطة يعني هيدا الأمور مرتبطة بمدى ثورة المفاهيم يعني ثورة المعلومات قدت لثورة المفاهيم صحيح خلقت خربطتنا كل مفاهيمنا اللي عم نعيش ونحن عم نعيش ضمن العاصف عاصفتها بعد ما رسينا على مبادئ معين لازم نمسك شوي نفسنا عشان نقدر بدنا نوصل بالأخر لو بنوصل لمبادئ معينة بدنا نوصل لريتم معين نعود حالنا ده مثل كل شخص بالأخر من بعد ما بيتعب بيتعب بحياته وبيصهر بدي قوم بدي أعمل اجزرسايز أعمل سبور كل يوم السبور كتير مفيد نحاول نم بالمفاهيم اللي بيرجع يساعد هالإنسان اللي ما بيقدر نم بالليل من هالأمور مناش ندخل موضوع تاني الرياضة اي بالفعل الرياضة الرياضة جدا المهمة في كل حالات الرياضة الصباحية الرياضة الصباحية الرياضة الصباحية بتعيد الفيزيولوجيا للجسم حلو استعمال الأجهزة هذه في الظلام أو في الضو له نفس التأثير هوني التأثير حلو شوني تأثير للضو شو تأثير بشكل عام ما يعرف بالكمبيوتر وما توابه يعني إذا كنا التلفزيون أول شيء أن أهم عامل هو خربتنا كل مواعيد الفيزيولوجي الهرمون طبول جسمنا صرنا عم نصهر أكتر من الزوم عودنا جسمنا على نمط معين وهذا إلو تأثير كتير كتير مهم رح نشوفه يمكن بالمستقبل أنا بعطي مثل يمكن شوي إجزاجرات يعني متزايد فيه أنه أولادنا بالمستقبل بريصيروا من أنواع الرخويات بريبطل عندهم عظم لما كنا صغار أو لما مفروض كنا نطلع نلعب برا نطلع على الحديقة ونلعب ونطلع على الشمس ونطلع ونقع ونقع ناخد جرثوم من الأرض هالجرثوم تعطينا مناعة عظمنا يقوى نفز عن الشجرة هلأ كانوا عايتوا علينا أهلنا أنا هيبقولوا لكل أهل المرضى اللي بيجي لعندي كانوا عايتوا علينا أهلنا لحتخلوا على البيت هلأ من عاية عايتوا علينا تطلعوا من البيت صحيح يعني هالولد هيدا بدي يرمل في الزرجة المقالة في هذا النقطة دكتور الأطفال كثير من الأطفال صاروا ما يناموا في الليل إذا لعب على الآيباد ما بيناموا ما بيطلعوا بيلعبوا يعني هلأ صرت أنه قالوا لي هيدا عايتوا لعب العياد يقلوا لابني أنه القاعدة على التلفزيون مضره هو لما بدي يقلوا مش مضره وما أنه مضره بشكل مباشر بس مضره بتغربطه كل حياته هو مفروض يكون عم يلعب عم يتعرض على الشمس عم يقوي عظمه عم يقع على الأرض عم يتجار واحد هيدا كله بتعطيه مناعة عم يستلم بكتيرا وإلى بكرة هيدا المثل عطايتوا أنا بكرة أولينا بيصيروا من أنواع الرخويات لأنه بيطلعوا بالله عظم بكرة عظم بيصير في تراقق أنت متخيل أننا ببلادنا بلاد الشمس هي أكتر نسبة تراقق عظم وأكتر ناس ما عندهم فيتامين دي بببطوة معلوم مفروض حتى أكتر ناس يكون عندنا فيتامين دي بحق أشعة الشمس عمليا لأنه غيرنا نمط حياتنا كله من زمان ما كنا هاك أكيد مكيفات وقاعدة بالبيت هي أول شيء اللي حكينا عنها أنه أول شيء تغيير نمر الحيات كل حياتنا تغير وهيدا شغال كتير غلط تغيير نمر نوم نحن مفروض نام نام كمية كافية حياتنا كمان حتى الأشخاص الكبار مش مفروض أنه جسمو يضلو يتحرك كنا هلأ صار عمر الأربعين سنة مرض الديسك بالرأبي صحيح مرض الديسك بفقرات الظاهر حتى قام أربعين سنة دكتور حتى أقل مظبوط هيدا كله ناتج عنها العادية تغيير بعدها نجي كمان للسؤال اللي نطرح حتى ما نقول ما مش هم جاوب عليه هلأ أني بيأثروا على العين لا الردياشن اللي بيطلعوا من السكرين أنا سكرين خليتكلم على الـ LED دكتور تقنية ما بتوصل للعين هذه الردياشن ردياشن كتير كتير قصير بتطلع على الشاشة ما بتوصل على إلا إذا واحد بريحط عينه هو على الشاشة هذا شيء فعليا مش هم نحكي عنه لكن هي ما بتوصل وإنما التغيير أنا بيقول يعني اللي بيشتغل حينا عن نمط الحياة عن نمط القادية عن نمط مع من نتحرك مع من نام مظبوطة حينا أهم شي هو الهابط يعني العادي اللي بنخذه على السكرين وهون بنعطي نصائح لكل الناس اللي بيقعد على السكرين أول شي بيقعد بيخف أهم مشاغلي بيخف البلينكين ريفلاكس طبوله على التركيز نحن بنعرف أنه بنشتغل على المايكروسكوب لأنه كلها جراحة مشهرية بنشتغل على المايكروسكوب بنعرف حالا ونحن بنشتغل المحسوم بطل نرمش لأنه يمكن إذا بترمشي شوي ممكن يروحي عليك الشيء هذا بيخف البلينكين ريفلاكس هذا أهم شيء وأنا نقول كيف نعالجهم كلهم هذا أهم شيء الأكس بوجر البلينكين هذا لما نحط للسكرين قدامنا نحن الشاشة قدامنا كمان بنتعلم كيف نحطها بشكل تبقى تحت مستوى عيننا مش فوق مستوى ولا عا سويت عنه تبقى تحت مستوى عيننا لحتى بس نطلع لتحت كلها نخفف الأكس بوجر لكن في البلينكين بيخاف بنا نتعود أنه اللي بيشتغل على الكمبيوتر يرمش نحن نرمش تلقائيا لا إراديا اللي بيشتغل على السكرين بيتعود أنه يرمش مش لا إراديا بإراديا بيعود حاله يعمل هكذا لماذا دكتور لازم يرمش لماذا لازم يرمش لأنه الدمعة إذا هي موجودة بمحل واحد إذا ما رمشنا ما بتطلع الدمعة وبتغطي كل شيء ولا العين هذا الاكسبوجي بيزيد نسبة التبخير عن العين ونسبة أنه الغدد الدمعية اللي عم تنفوز الدمعة ما بتجي بشكل إيكوالي ديستروبيوتي يعني ما بتطلع على كل العين بشكل متساوي وهذا الشغل كتير مهمة ما نش نرخل بالتقنية تعمش اسمه بريك أب تايم سريع وهذا أخضر شي منها لكن بديتعود يرمش بديكون مستوى السكرين حيالة سكرين تحت مستوى عينه أهم شيء بديعود حاله على الهابت أنه كل شوية يغمض عينه كل أربع خمس دقايق يتعود هالهابت يغمض عينه شوي يقوم عن الكرسي يحرك شوي يحرك رأبته شوي عادات أهم مشغلي وخاصة ببلادنا هوني نحن عايشين هلأ بالخليج في عنا شعوب كتير منضطر نستخدم الإير كونديشنر كتير الإير كونديشنر بيعمل حالة جفافة كتير كبيرة وقتئزة كتير طبعا في عنا حلول عدة أول شيء اللي بيقعد إذا كان عم يشتغل على الكمبيوتر الإير كونديشنر المفروض يبقى وراها مش جاء على وجه وإنما جاء على ظهر ننصحهم كمان نحطوا شيء ما يعرف بالعامية هو المكيف الصحراوي المكيف الصحراوي بيأتي مع مرطب من شيء يرطب يوم كمان ممكن يساعدك صحيح دكتور الموضوع عوايد متشعب ويمكن في حلقة جاية من سيدتي رح نستعرض أكثر شكرا لك على كل النصائح والوقت ما يكفينا تعرف خلص وقت البرنامج شكرا لك وشكرا لحضورك معنا شاهدين اليوم وصلنا نهاية حلقتنا موعدنا رح يتجدد معكم غدا في آخر حلقة من برنامج سيدتي لهذا الموسم لا تنسون تتابعونا ولا تنسون بعد تشوفون حلقات برنامج سيدتي والبست أوف على مدار هذا الأسبوع قبل رمضان تصبحون على ألف خير وإن شاء الله تكونوا استفدتم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة